موسيقى يلعب الجانب الإعلامي والصحفي دورا محوريا وفعالا في السلم أو في الحرب وإذا ما أردت أن تكسب معركة ما فعليك أن تكسب ساحتها الإعلامية أولا أو أن تطفيها تماما هذا ما ركزت عليه ميليشيا الإنقلاب عند اجتياحها مدينة تعز ذهبت للسيطرة على المرافق الإعلامية والصحفية وعندما لم تستطع كسبها دمرتها كما ترون موسيقى 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 تعد صحيفة الجمهورية في تعز إحدى أهم المنابر الصحفية الرسمية في اليمن وثاني أكبر الصحف وأعرقها بعد صحيفة الثورة تم تأسيسها بقرار جمهوري عقب قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 وصدر أول عدد منها في العشرين من أغسطس في العام ذاته بهدف تعزيز المد الثوري ضد الحكم الإمامي وترسيخ مبدأ الثورة والنظام الجمهوري صحيفة الجمهورية هي من أوائل الصحف الرسمية التي انشئتها في عهد الجمهورية بعد انتهاء الحكم الإمامي البغيض تعتبر هي ثاني صحيفة الرسمية وانشئتها في عام 1960 كانت منبر من منابر حرية الصحفة في اليمن مثل ما هي كانت إصدار حكومي لكن كانت تتنوع وكانت تمنح مساحة واسعة للتعبير في إطار حرية الصحفة وفي إطار حرية مساحة التعبير استطعت صحيفة الجمهورية أن تقوم بدور نضالي وبدور تنويري ومعرفي في شتى المراحل التي منذ انشئات حتى اليوم لمرحلة الثورة وما بعد الثورة والدفاع عن الجمهورية والنظام الجمهوري إلى مرحلة محاربة الملكيين والريعية إلى توثيق الحركة الوطنية وحركة الكفاحة المسلحة كان في المحافظة الشرقية أو المحافظة الشمالية لأكثر من نصف قرن لعبت صحيفة الجمهورية دورا محوريا في رسم المنظور العام لسياسة الدولة سياسيا وفكريا وثقافيا كما شهدت خلال تلك الفترة تطورات متلاحقة في البنية التحتية وتطوير الأداء لتصبح مؤسسة إيرادية بامتياز تجاوز خدمتها خارج نطاقها الجغرافي كنا نمتلك أحدث الآلات في شر الأوسط كان تكلفة الآلة الكي بي إي التي الآن في الصالة الطباعية المجاورة لصالة الصالة تكلفة سيرادها تكلفنا مليار ومائتين مليون وكنا نعمل نحن في حدثة قفزة كنا نقدم خدمات على مستوى حتى القرن الأفريقي مشهر الوطن في آسيا والوطن في اليمن انتقلت صحيفة الجمهورية إلى مراحل متطورة كبيرة جدا وصدرت فيها عدد من الملاحق وصدرت فيها عدد من الصحف التي انبثقت من صحيفة الجمهورية والمؤسسة الجمهورية صحيفة الثقافية الموذجان صحيفة ماتش مجلة المثقف الصغير وعدد من الملاحق المهمة جدا التي استطعت أن تنقل أو تلعب دور محور كبير في الجانب التفقيفي والتنويري للمجتمع دخلت صحيفة الجمهورية معتركة تجاذبات من اليوم الأول لانقلاب ميليشيا صالح والحوثي أعلى الدولة في الحادي والعشرين من سبتمبر الفين وأربعة عشر باعتبارها منبرا سياديا ولا بد أن يتصدر ما سمي آنذاك بالإعلان الدستوري واجهتها الرئيسية وبالفعل أوعزت لخلاياها النائبة في أروقة الصحيفة فتصدر الإعلان الدستوري صفحتها الأولى يوم الثاني والعشرين من سبتمبر حدث كانت تداعياته متداخلة في مدينة تصدرت الثورة ورفضت الإنقلاب على الدولة جملة وتفصيلا لكن إيش حصل؟ حشل تغيير لإدارة الأخبار وحصل انتفاضة على هيئة التحرير السابقة واتخذ رئيس المجلس الإدارة عدة قرارات بتغيير إدارة الأخبار مدير إدارة الأخبار إدارة التحقيقات يعني غير مدرأ الإدارة الصحفية الذي هم من الجانب الصحي وذهف أو رشح مجموعة من الكمبيوتر ومجموعة ما قالهم صلة بالمهنة الصحفية فأصبحوا الأشخاص يتصرفوا أصبحوا الأشخاص يتصرفوا قابة السياسة العامة هذا من يقول لك ماذا تعمل وصبح تواجهة أنك تصدر العدد وتصبر لا أنا أمغرب تقول لها أنا أحسنت أملأ وأحسنت في إصدار العدد هذا المشكلة كانت لأنه كان في خبرين خبر للرئيس الشرعي للبلاد عبدالربو منصور هادي والخبر الثاني هو البيانة الدستوري الذي يصدر في 21 سبتمبر فقالوا إذا مات يعني ما تسكت يا أغا بقى نرسل لك العسكر من البوابة أحسن نخرج لك من الله وكثير من الزمار يعني باذا له خرجنا بكرنا الصباح وصحيفة القفنورية عامل البيانة الدستوري وفعاليات الإعلان الدستوري صباحا بالصفحة الأولى وعلى الماشيس طبعا انتفضت ثاني يوم انتفضت انتفض الفوار ساحة الحرية واتقهوا بمسيرة احتجاجية كبيرة وفصلوا هنا إلى باب المؤسسة واغلقوا باب المؤسسة بالنسبة لإعلان الدستوري نشر الإعلان الدستوري وبعض الأخبار التي كانت تمر عبر وكالة سبا وبالنهاية كانت الجمهورية تنشر الأخبار الرسمية وكل الأخبار من وكالة سبا فعندما سيطرت مليشيات الحوثي على وكالة سبا استمرت الصحيفة باستقاء الأخبار من هذه الوكالة رغم أنه كان من الأولى أن تتوقف عن قلب الأخبار من وكالة سبا لأنها أصبحت بيد المليشيات وكانت الأخبار تصدر بلون واحد وفكر واحد شعرت المليشيا أن انقلابها ليس مكتمل الأركان وهناك صحيفة حكومية رسمية في مدينة تعز ليست تحت سيطرتها ولم تدل لها بالولاء المطلق وتوقفها يوهن انقلابها فيما نقلها يتطلب الحصول على الحقوق المطبعية والإكليشات والريسيفرات الأساسية الخاصة بالموقع الإلكتروني عندها ذهبت إلى اتباع تدابير مختلفة كانت بمثابة كما يقال القشة التي كسرت ظهر البعير كان أمل الحوثيين أساساً أنه يحصلوا على الحقوق المطوعية والإكليشات وقميع ما يتعلق في عملية الإصدار وعملية الرسيفرات الأساسية للموقع الإلكتروني طبعاً بهذه المرحلة قدموا يجي حوالي 10 مليون لأحد المقاولين برضو هذا المقاول من أبناء كوادر مؤسسة الجمهورية للأسف الشديد هذا الوسيط نزل إلى مدينة تعز وإلى الجحملية وإلى مبناء الجمهورية وقلس يشتغل برواغ على مدى أسبوع أو أسبوعين حتى أتمكن من الحصول على خمسة أجهزة من هذه الأجهزة جهاز ما كنتوش هو الجهاز الرئيسي الذي كان يحتفظ بجميع الأدبيات والإصدار اليومي وجميع الإكليشيات إلى جانب الموقع الأكتروني تم سرقة صحيفة الجمهورية وسرقة بعض الأجهزة من صحيفة الجمهورية للعمل في صحيفة الجمهورية الإنقلابية للأسف الشديد هي صحيفة مسمة كمسمة صحيفة الجمهورية لكنها هي ملكية بامتياز تريد أن تعود بنا إلى حكم الأئمة في غابر الأزمان في نهاية شهر مارس 2015 اجتاحت ميليشيا صالح والحوثي مدينة تعز فكان حي العرضي الذي يقع فيه مقر الصحيفة هدفا استراتيجيا تحول على إثره لمنطقة عسكرية بحتة حينها شهدت صحيفة ومؤسسة الجمهورية حدثين بارزين تمثل الأول بتحويل مبانيها إلى ثكنة عسكرية فيما الآخر ذهبت من خلاله لنهب المتعلقات الرئيسية التي لم تستطع الحصول عليها سابقا دخلوا كواحدات بلباس الشرطة العسكرية للمؤسسة إلى جانب الحرس الذي كان منقود من المنشآت وكان فيه تصادم ما بين حرس المنشآت الذي كان ماسك الصحيفة إلى جانب هذولا لكن حصب بينهم التفاهم فأغلقت الصحيفة أمامنا فكان من يدخل الصحيفة هيئة التحرير فقط غير المحررين يترسل مادتك عبر الإيميلات والبريد الإلكتروني أما أنه تبصل للصحيفة وتدخل تمارس عملك بالصحيفة في هذه الفتاة كان مقفل محدود كان لأشخاص أو للصحفيين محددين أو لمحررين محددين للأسف الشديد هذه الميليشيا لا تريد لا تريد أن يقال بأن هذه ميليشيا عبثية استغلت هذا الوضع المنفلت استغلت هذه الفوضى اللا دولة الميليشية الإنقلابية كما حالها في معظم المحافظات كانت حولت المواقع الأثرية والسياحية وأيضا المؤسسات الثقافية والإعلامية إلى ثقنات عسكرية كما حدث في عدن مثلا المتحف الوطني في عدن بعض المعابد والكنائس أيضا كما حدث في مأريب والقوف حدث أيضا في تعز الميليشيات الإنقلابية حولت قلعة القاهرة إلى ثقناة عسكرية كما حولت مؤسسة البمهورية أيضا إلى ثقناة عسكرية متمركز على مربع العرضي وعلى مربع حوضة الشراء حيث اتفاجئنا نحن بلباس شرطة عسكرية لهذه الميليشيات أطفال من يتعدوش الـ 14 سنة وبدأت عملت التفتيش للمواطن إلى جانب إغلاق هذه المربعات بحواجز اسمنتية فكانت دخول إلى العرضي أو مربع العرضي مش منسة كنت إذا وصلت إلى لقطة الرابع تجد مدرعي يسموها المقنونة إلى جانب ستة أقم عسكرية إلى ناس مدققين من الحرس أو من هذا كذلك الذي كانوا يسمون الحرس بعد أن أجبرت ميليشيا الإنقلاب على الخروج من مقر صحيفة الجمهورية تمركزت على التلال والمناطق الشمالية والشرقية المحاذية له وقامت بعملية قصف ممنهجة أدت إلى إحراق الإرشيف المالي وقاعدة البيانات الإدارية إضافة إلى إحراق الإرشيف الصحفي بشكل كلي جميع الأوراق داخلوا حرقت الأوراق التي كانت لدينا مخزون يعني من الأوراق والملفات والوثائق التي كانوا احتفظ بها في خلال الأحداث التي مرت قالوا قاد رصاصة وحارقة فأحرق الإرشيف المالي كله والإرشيف الصحفي وأصبحنا يعني لا نملك أي شيء كان لدينا مطبوعة يمن التي كانت اصدرت في عهد الأتراك وبعض من الصحف القديمة جداً جداً يعني هناك تاريخ طويل للصحافة اليمنية منذ نشأتها الإرشيف الصحفي مش عادي يا ناس الإرشيف كان يشمل يشمل عقدين من الزمن من بداية العشرينات للقرنة التاسع عشر إلى الحكبة الأخيرة هذه من الحكبة الزمنية الجديدة للدولة للدولة اليمنية هنا المنازم هذه يعني من أول عدد إلى آخر عدد كان معنا من 62 من أول إصدار إلى آخر إصدار هذا كله امتهى يا ناس الله هذا عبث لا يرضي الله ولا يرضي الرسوله ما هي البرم الذي اتكبته مؤسسة القمورية حتى يصل لها ويمسها هذا العبث أحدث مرور ميليشيا الإنقلاب في تعز حالة تنفلات أمني وإداري غابت على إثره مظاهر الدولة ونشأت جماعات مسلحة وميليشيات رديفة مارست السلب والنهب والتدمير الممنهج لكل المقدرات والبنى التحتية لأغلب المرافق العامة والخاصة التي من ضمنها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر نهب منها كل شيء المطابع والأجهزة والآلات والمعدات والمخازن والمباني ولم يبقى منها شيء في المرحلة الأخيرة فلط الوضع فلط الوضع بشكل مخيف جدا لدرجة أنه كان معنا مخزون ورقي مثل بالأوراق بالمليتات الطبيعية بالمواد الأحبار كان معنا مخزون استراتيجي لمدة عامي ما يقارب 450 مليون للأسف الشديد تعرض للأخط والنهب من جميع الأطراف مطبع بمليار و28 مليون ريال مقص بحوالي 32 ألف دولار المقص الثاني المطابع قسم التصوير الضوئي القسم الكيماوي لإخراج الأفلام الأجهزة الذي راحت ما يقارب الخمسة المليار وعكتر من ذلك الذي تم تدليغنا خلق مؤسسة الجمهورية لا تلاحظ الآن مع المؤسسة لا شيء تلاحظ حتى الحفريات الآن حتى المستوى البلاط مش موجود والبكريبلات معد فيش البلاط التحتية الآن موجودة بهكل حتى المطبع الرئيسية لا عاد يوجد فيها نظام هودروليك لا يوجد فيها لو حتى حكم لا يوجد فيها حتى السلك معين قد يحتمل أنه أو فيه هناك بسيس أمل التي تعيد الشركة الشركة عندما تعود في معاما أطول عبر هذه الأصول يتعيد لنا يعني هذا قد يستغرق ثلاث سنين إذا اتجهت إذا اتجهت الحكومة الشرعية في عادة صحيفة الجمهورية عملية الصدف من العصابات التي انضمت للمقاومة الشعبية وهي لا تحمل هم المقاومة ولا هم التحرير ولا هم مواقهات المليشية الانقلابية وإنما كانت تبحث عن مصالحها الشخصية قامت بنهب مؤسسات الدولة في هذا المربع بشكل كامل يعني ليست المؤسسات الجمهورية التي تعرضت للنهب تعرضت كل المؤسسات بما فيها مؤسسة المياه بما فيها مكتب الأوقاف بما فيها مؤسسة الاتصالات إلى آخره بين ميليشيا انقلابية استطاعت أن توظف صوت الجمهورية في صفها وحكومة شرعية عجزت حتى اللحظة من استعادة هذا المنبر الذي يمثلها أصلا يتراوح وضع الصحيفة اليوم وضع يرمي بظلاله إلى جملة من علامات الاستفهام على طاولة الحكومة الشرعية التي هي أحوج إلى استعادة وتفعيل مثل هكذا منابر في الوقت الراهن ونحن الآن ناشد رئيس القمهورية بأن يعيدوا الاعتبار لصحيفة القمهورية هذه الصحيفة التي رافقت الثوار والمناظرين حتى الآن كنا قمنا بمبادرات كثيرة مثلا تحركنا أنا مجموعة من الزملاء باتقاه مدينة عدم والتقينا بعدد من وكلا وزارة الإعلام بما فيها نائب وزير الإعلام وتركنا لهم مشروع إعادة إصدار الصحيفة كما أعيد إصدار مؤسسة يعني صحيفة 14 أكتوبر لم نلقى أي تجاوب حاولنا التواصل مع وزير الإعلام لم يرد على رسائلنا قمنا بمثلا مع مجموعة من الزملاء بإعادة الموقع الصحيفة الإلكتروني أيضا لم نلقى أي تجاوب تعز الآن بحاجة إلى صوت يعبر عن الثورة وعن المقاومة الشعبية التي تدق قحور الميليشيا في كل أماكنها ودحرها نحن الآن بحاجة ونناشر رئيس القمهورية ومحافظ تعز برد الاعتبار لصحيفة القمهورية وإعادة إصدارها من قديد صحيفة القمهورية لا بد أن تعد فهي صوتة شرعية وهي صوتة المقاومة وهي الصوت اليمن للخارج ورسالتها للعالم وكلما وقد إصدار لصحيفة القمهورية وقد إعلام شرعي للحكومة والإعلام الشرعي للأسف الشديد في هذه المرحلة غائب وأقولها بكل شجاعة وأقولها بكل قوة هدف رسمته الميليشيا الإنقلابية في تعز وحققته من خلال سيطرتها على مؤسسة الجمهورية للطباعة والنشر والتوزيع نسفت ماضيها بكل عنوينه ودمرت حاضرها بتجهيزاته وجعلت مستقبلها إلى مجهول ترجمة نانسي قنقر